وينضم إلينا من واشنطن إسلام براجة الباحث بالشأن الأمريكي سيد إسلام أهلاً ومرحباً بك أولاً استمرار إغلاق الحكومي بشكل جزئي وتولي الديمقراطيين السيطرة على المجلس بداية من الغد كيف ستكون التوازنات برأيك وكيف سيؤثر ذلك على السياسات الخارجية والداخلية أيضاً أهلاً بك جمانة بالطبع اليوم هو اليوم الثاني عشر على التوالي لإغلاق الحكومة الأمريكية الموقف متأزم للغاية وخاصة مع تولي الديمقراطيين بداية من غد الهيمنة على مجلس النواب الموقف صعب للغاية لأنه لا يبدو حتى الآن أن أي الأطراف باتت على استعداد لتغيير موقفها رئيس ترامب اليوم أكد أن القضية ستستغرق أي أن كان الوقت سواء طال أو قصر ولذلك دعا الرئيس ترامب اليوم وربما سيتم عقد الاجتماع بعد قليل دعا قيادات الكونغرس بشقيه من الجمهوريين والديمقراطيين للقاء اليوم لبحث أو محاولة البحث والوصول إلى تفاهمات جديدة بخصوص حل مسألة الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي بين الديمقراطيين والجمهوريين وحتى الآن لا يبدو أن هناك أي محاولات أو بوادر أو إشارات على حل هذه الأزمة هل هذا يعني أنه ربما نشهد صراعات في الفترة المقبلة بين الديمقراطيين والجمهوريين أيضا سيد إسلام بالتأكيد الفترة القادمة ستشهد صراعات ومواجهات ساخنة للغاية بين الطرفين خاصة مع تولي الديمقراطيين غدا الهيمنة على مجلس النواب وهناك في الجانب الآخر في مجلس الشيوخ سيطرة جمهورية وقد تعهد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ والسيناتور ميتش مكونيل من الجانب الجمهوري تعهد بعدم تمرير أي قانون من المتوقع أو مشروع قانون من المتوقع أن تحاول الأغلبية الديمقراطية غدا تمريره بشأن حل هذه الأزمة تعهد بأن يقف بشكل قوي وصلب وأن لا يصدر للرئيس ترامب أي توقيع وفتح ملفات الفساد في واشنطن والتحقيق مع الرئيس دونالد ترامب كيف ستكون تداعيات مثل هذه القرارات برأيك على الداخل الأمريكي في الوقت الحالي؟ حتى الآن بالنسبة لقضية الإغلاق الجزئي الحكومي تصاعد حدة الغضب بين نحو 800 ألف عامل يعملون في إطار الحكومة الفيدرالية الأمريكية نظرا لتأخر صرف رواتبهم الكثير منهم بدأوا يأنون ويشتكون من انعدام الموارد المالية خاصة وأن يتم صرف الرواتب بشكل نعم كل أسبوعين في الإدارة الأمريكية وهذا يعني أن الجمعة المقبل هو موعد صرف هذه الرواتب حتى الآن كل العمليين أو المعنيين بهذا المتضررين من هذا الإغلاق الجزئي مشاعر الغضب بدأت تشتاح وأصواتهم بدأت تعلو في المحطات التي تتخذ من معادات الرئيس ترامب نهجا واضحا لا يبدو حتى الآن كما قلت لك جمالة أن الأمر باتجاهي الحل وسنرى ماذا ستصفر عنه الأيام القادمة بالتأكيد نعم سيد إسلام براجة الباحث بالشأن الأمريكي كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك